بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر سيكس بارت سري وان وي جويست سيستم الكلام ده معنى ايه ان البلاطات اللي عندي اللي موجودة ممكن تبقى وان وي جويست سيستم بمعنى اللي هي اللي بنسميها الهولو بلوك سلابس يعنى لو كبرنا الجزء دوت هنلاقي السقف اللي عندي عبارة عن مجموعة من البلوكات بينها مجموعة من الاعصاب ادي البلوكات اللي عندك وده الرب اللي بنتكلم عليه طبعا فيه مميزات هنا كتير طبعا لو انا حبيت اخذ قطاع في السقف دوت يبقى ادي مجموعة البلوكات ودي الاعصاب اللي عندي وده الكنات وده حديد التسليح اللي حيبقى موجود عندي فيه السيستم دوت هنا في الحالة ديت نتيجة وجود الفراغات ديت الديد لوت بتاع المبنى بيقل وفي نفس الوقت بيبقى عندي ايسوليشن يبقى هنا ده السيستم ان احنا حسنستخدم ريبز في الاتجاه القصير في الاتجاه القصير طبعا نكمل مع بعض هنا بنتكلم على وز بيمز يعني فيه بيمز عندي موجودة على الاج والهدف منها ان احنا بنزود الستيفنس بتاعة المبنى وبنقلل كمية الديسبلسمنت اللي ممكن تحصل في السقف ده كده نموذج للسيستم دوت اللي احنا بنسميه الوان وي جايست فلور سيستم على فكرة ده ممكن يبقى بالشكل دوت يعني بدون الميل اللي موجود ده اللي هو اللي سبان المسافة بين الرب والتاني هنا المسافة ديت ممكن تبقى من اتنين لتلاتة فيت او من اربعة الى ستة او من خمسة الى ستة حسب السيستم اللي احنا شغالين عليه ده العرض او الويتس بتاع الويب بيبقى من اربعة الى ستة انش واحنا شايفين هنا ان المسافة دي صغيرة جدا علشان كده غالبا التسليح اللي عندي بيتم باستخدام سخين فقط موجودين عندي المسافة ديت بنسميها التيل كلية اللي هي عبارة عن جزئين اللي هو اتش اللي هو ارتفاع الرب وده هو عبارة عن التي اس او السلاب سيكنس المسافة ديت اللي هو الديبس بتاع الرب ممكن يبقى من تمانية الاربعة وعشرين او من ستة عشر الى اربعة وعشرين او من اربعة عشر الى اربعة وعشرين حسب الميديول اللي احنا شغالين عليه الادفانتج longer spans with heavy loads يعني ممكن يبقى عندي spans كبيرة والload اللي عندي بيبقى عالي reduced dead load due to voids وده شيء منطقي ان انا عندي المسافة اللي بين الربز دي بتبقى voids وبالتالي dead load بيقل electrical and mechanical instruments كان ممكن نحطها هنا اللي هي التجهيزات سواء كانت كهربائية او ميكانيكية good vibration resistance مقاومة عالية للvibration امتى بنستخدمه في حالة من medium to long spans with heavy loading في حالة اللي spans اللي هي من 35 الى 40 feet ده في حالة المجول اللي هو 30 انش او من 35 الى 40 feet في حالة المجول اللي هي 53 او 66 على جسود Which is myinger بتئوتي ستوى وضعت على جسود